تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد براشد المكتوم وليو عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد براشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي آملت دورة تاسعة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع بحضور سمو الشيخ الطيف بنت محمد براشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مقر المنتدى في مدينة جميرا بدبي مع المطر الطير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات وتنظم المنتدى تحت شعار بلا حدود هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي ديوة ودبي وورلد سنتر ومعهد إدارة المشاريع بي ام اي ويناقش الحدث بحضور أكثر من 2700 مدير مشروع من مختلف أنحاء العالم العديد من المواضيع المهمة ضمن ثلاثة محاول رئيسة هي الاستدامة والأساليب الحديثة لإدارة المشاريع والتوجهات المستقبلية والتكنولوجيا وفي مستهل الافتتاح شهد اسم الشيخ أحمد بن محمد براشد المكتوم والحضور فيلما قصيرا عن المنتدى صلت الضوء على مسيرات البناء والتنمية في إمارات دبي باعتبارها واحدا من أهم مراكز المال والأعمال إضافة إلى مراحل تطور المنتدى خلال دوراته الماضية ونجاحه في ترسيخ مكانته على أجندة الأحداث العالمية في استعراض أفضل الممارسات وتقديم الحلول المبتكرة في مجال إدارة المشاريع كما كرم اسم الشيخ أحمد بن محمد براشد المكتوم يرافقه مع المطر الطير الشركاء المنظمين للمنتدى